السلام عليكم ورحمة الله تحية طيبة لكل من يتابعوني اياكم اوصل خسرجي اليوم عندنا لكم بدرس حاول نظام دخول الاستاذ الى نظام مسار بولونيا وكيفية اعطاء الغيابات والدرجات للطلبة عبر هذا النظام طبعا عندك رابط اللي هو رابط الجامعة والكلية .bis.edu.iq edu.iq .faculty راح تقدر تدخل يوزر منها ودخل باسورد وتسوي تسجيل دخول او تسوي مسح الرمز فتح الكاميرا او رفع صورة مع الQR وتدخل بشكل تلقائي عن طريق الQR كود نسوي تسجيل دخول دخلنا الى نظام الاستاذ او تطبيق الاستاذ مثل ما تلاحظون ان يطلع عدد المواد والطلبة وهي التفاصيل يطلع ونصاب لها كلها صفر انه اكو خطأ بالموضوع انه هذا الاستاذ عنده نصاب لكن اكو خطأ مدى يظهر تفاصيله نروح على هاي الفصل الثاني هنا يطلع الفصل الثاني احنا العام الدراسي 24-25 الفصل الاول وليس الثاني حتى يحدث لنا الDatabase مع هذا النظام الخاص باستاذ مثل ما تشوفون لفوق باللون البرتقالي انه عندنا محاضرات لم تسجل حضور لهذا الاسبوع حسنا رح ندخل عليها وراح نشرح تفاصيل هذا الحساب عدد المواد اثنين عدد الطلبة عشرين عدد طلبة الامتحان فقط اللي طلاب دولة مرحلة ثانية لكن اكو طلبة عندهم فقط امتحان يعيدون المادة فقط امتحان مو امتحان وحضور لان رسب بالمادة اكثر من مرة بالفصل الاول والفصل الثاني والدور الاول والدور الثاني بعدها حمل المادة فقط امتحانا فعدها او عدد الاستاذ هذا طالب واحد فقط يعيد فقط امتحان نصاب التدريسي لهذا الاسبوع ثمان ساعات طبعا ينطي مادة نظري وينطي مختبر ايضا وينطي مادة اخرى فقط نظري عن الحساب وتفاصل الحساب المؤسسة التعليمية وعدنا المقررات الدراسية والمحاضرات والحضور والجد والاسبوع الجد والاسبوع مثل ما تلاحظون يظهر انه انه هذا الاستاذ عنده يوم الاربعاء ويوم السبت محاضرات ويظهر تفاصيل المحاضرات بالكامل الطلبة المستحقين للرسوب طبعا نوع الاستحقاق بسبب الغياب يطلع الطلبة اللي بسبب الغياب مستحقين للرسوب عند هذا الاستاذ وهي تفاصيلهم بالكامل ساعات الغياب وهي التفاصيل كاملة والطلبة المستحقين للرسوب بسبب التقييم يطلع ايضا تفاصيلهم لكن التقييم لحد الان ما كامل الطلبة لان بعدنا بداية السمستر الاول لهذه السنة الدراسية نرجع على المحاضرات والحضور حاليا طبعا يطلع تفاصيل كاملة للطلاب غائب او حاضر كل الطلبة المسجلين تجي هنا يعدنا تصدير يطلع ملف اكسل بالطلبة بالكامل للطلبة اللي حاضرين واللي محاضرين المحاضرات بعدها نذهب الى المقررات الدراسية طبعا نقدر من قائمة رئيسية قبل ناخذ الحضور للطلبة خلنا نذهب للقائمة الرئيسية قبل نقدر ناخذ منها لم يسجل حضور لهذه المواد فمثلا هذه المادة للدراسة الصباحين ندخل عليها مباشرة راح يطلع لنا تطبيق الحضور والغياب طبعا نوع الفلتر اسبوعي او تاريخ اذا تريد انت يفضل اسبوعي نحن في الاسبوع التاسع من خلال هاي القائمة يظهر لنا بالاسبوع التاسع طبعا نختار المحاضرة طبعا لا توجد بيانات تأكد من الفصل الدراسي المحدد الشون نضيف المحاضرة عدنا هنا الشون اشعار او نوتيفيكيشن لديك محاضرات متبقية اثنين محاضرات متبقية اضيفها هنا يقول لي اريد محاضرة النظري اضيفها انطيح حفظ وعدنا هاي المحاضرة اللغ بعدها تاريخ المحاضرة مجاي فما راح يظهر راح يظهر باللون الرصاصي فقط عدنا هاي نقدر نحددها ونطيح حفظ حاليا راح يفتحنا النظام بشكل كامل مثل ما تلاحظون عدنا طلبة المرحلة الثانية كلها يسجلها غياب نقدر نسوي له مثلا احمد صفات عدنا نقدر نسوي له حضور نقدر نسوي له مجاز لكن المجازة يعتبره ايضا غائب انه يحسب عليه عدد ساعات نزين نقدر نسوي كلهم حضور من خلال هذا الخيار نقدر نحذف المحاضرة ونضيفها مرة اخرى لكن المحاضرة هذه اذا حذفناها لازم بنفس الاسبوع نضيفها ونكمل الحضور ونسوي حفظ لان اذا عبر الاسبوع بعد ما نقدر ناخذ الحضور ويعتبرون كلهم غياب وراح تسجل المحاضرة غياب على الطلبة حتى وانحاضر الطالب وانحاضر الاستاذ ليش بسبب اهمال الاستاذ وترك موضوع الغيابات اكثر من اسبوع فننطي كل الطلبة حاضرون مثلا وننطي حفظ راح يسجل تلس ساعات حضور لكل الطلبة هذه بالنسبة لموضوع الحضور عدنا محاضرة اخرى هذا الاسبوع لكن بعدها ما جاية يوم الاربعاء القادم فنتركها نرجع للقائمة الرئيسية هذه بالنسبة للدراسة الصباحية محاضرة راح تجي ان شاء الله لكن عدنا بالدراسة المسائية ايضا نضغط عليها ايضا اسبوع تاسع نفس الاسبوع نقدر نرجع اسبوع واحد فقط اما الاسابع البقية ما يحق اننا نسويهن حفظ لانا اكو اشكالية طلابيهن مثل ما تلاحظون اختيار المحاضرة لا توجد بيانات تأكد من الفصل الدراسي نروح هنا نسوي اضافة المحاضرات المتبقية يشوف مثل ما تشوف هنا تاريخ المحاضرة بعد التاريخ الحالي فما يحق اننا نزل المحاضرة قبل اوانها وناخذ الحضور لازم من تاريخها وبعد نقدر ناخذ الحضور مالتها لكن هي هاي المحاضرات موجودة في هذا الاسبوع كتنبيه لنا اذا محاضرات سابقة او محاضرات راح تجي في هذا الاسبوع نذهب الى موضوع المحاضرات والحضور هاي تفاصيل الغيابات تطلع عنا مثل ما اذكرت لكم نذهب بعدها الى المقررات الدراسية نقدر نخلي تقييم تكويني للطلبة ننزل عدنا هاي مقررات الدراسة الصباحية وعدنا لي جوا مقررات الدراسة المسائية يعني طلبة الدراسة الصباحية يختلفون عن طلبة الدراسة المسائية حتى بالنظام نجي التفاصيل عدنا الحضور نفسها نفس القائمة اللي طلعناها راح تطلع عنا الحضور مالتهم وعدنا البرنامج الدراسي وعرض طلبة المقرر او عرض درجات طلبة المقرر مثلا هاي المادة مادة اساسيات الالكترونيات تظهر درجات الطلبة او درجات الطلبة نضغط عليها عرض درجات الطلبة مثل ما تشوفون انه عدد الدرجات درجة تقييم التكويني من 40 ومثل ما ذكرنا محاضرات ادارة القسم انه قد ما تكون الدرجة هي مجبرة من 10 مثلا اخذ عنده 3 اختبارات اخذ 10 ب5 ب2 هذا الطالب بعدها بدرجة المشاريع اخذ 10 مرة وحدة درجة المشاريع الدرجات واجبات بيتية جاب 5 8 بصفر مثلا عندنا درجة اخرى مجبرة ايضا من 10 همين اخذ 10 ب5 ودرجة امتحان النصف هاي واحد درجة امتحان النصف مثل ما تشوفون يطلع الدرجة المجبرة 5 يعني الافارج يطلع مال هذي المجبرة والدرجة هاي الافارج مالتها وهذه الافارج وهذه يجمع حن يطلع 55 من 90 55 من 90 ليش يعني الدرجة عدنا بعد 10 درجات امتحان النصف فما اخذ من امتحان النصف مثلا 5 راح اصير عدنا 55 من 90 وخمس درجات يعني 60 من 100 فتجبر هذه الدرجة يعني العفو تبقى موضوع الدرجة النصف خارج اطار الاربعين العفوان انا خطأت هنا عدنا 55 من 90 تجبر وتحول من 40 هي 28 من 40 زائد 5 درجات مال نصف يعني هذه الدرجات كلها تقييم تكويني ما عدا النصف يعني 1 من 10 فذني الدرجات التقييم التكويني اصير 55 من 90 هو يجبر هالنظام يسويها 28 من 40 28 من 40 وخمس درجات يصير 33 من 50 33 من 50 لهذا الطالب وتستمر العملية على كل طلبة المرحلة الى ان تكتمل هاي التفاصيل كلها الاستاذ ينطيها حفظ بعدها يقدر يصدرها بملف اكسل نقدر نسوي تلوين الحقول الفارغة راح يظهر انه شكو طالب ما عنده درجات عدنا بالنظام زين بعدها تقدر تسوي تصدير بعد ما نسوي حفظ طبعا تظهر هاي الدرجات مباشرة للطلبة بالنظام مالتهم بس تسوي لحفظ بعدها تقدر تسوي ارسال الدرجات الى القسم منكملت هاي التفاصيل كلها راح تدزهل القسم بعد ما تقدر تعدل عليها كاستاذ لهذه المادة ما تقدر تعدل عليها اطلاقا الا رئيس القسم يرجع لك الدرجات يقول لك اخطاء بالدرجات فيرجع لك الدرجات من خلال النظام الخاص بي كرئيس قسم تنطي هنا نصفر هاي التفاصيل او مجرد ما نطير refresh راح يروح كل شي لان ما حفظنا البيانات بشكل كامل مثل ما تلاهظون اي احمد كل فارغ درجته صفر من 40 لحد الان محاط الدرجات فنرجع على المقررات الدراسية عدنا التفاصيل لهذا المقرر عرض درجات طلبة المقرر راح يظهر لنا درجات هم عرض طلبة المقرر نفسهم تقدر عرض طلبة المقرر وتروح على طالب طالب سونا من الخيارات تعديل التقييم وتقدر تخلي التفاصيل بهذه الطريقة او تخليها بالطريقة السابقة يعني ما عندك اي مشكلة تنزل تضغط هناك لك يسار على الفراغ وتنزل بالاتجاه جوه عندك درجة النصف هياتها وهي درجة التقييمات من 10 درجة التقارير الواجبات والمشاريع وغيرها تنضي الغاء طبعا هاي المادة عندها حضورا وامتحانا حاضرها يعني من فقط امتحانا لهذه المادة وهي أغلب التدريسين او العفو الطلبة الموجودين لدى هذا التدريسي ما عدنا بعد تفاصيل هواية على موضوع النظام الأستاذ فقط عده تقييم تكويني ودرجة النصف يخليها للطلبة للدراسة الصباحية والمسائية وعنده موضوع نظام الحضور والمحاضرات اللي هو من خلال المقررات الدراسية تروح على مادة معينة تروح على حضور مالتها وضيف المادة من خلال إضافة هذه النوتيفكيشن تقولها صح هنا تطيق لكن هذه تاريخ المحاضرة بعدها ما جاي فلذلك ما تتفعل لكن قبل شوية سويناها لأحد المحاضرات أو تقدر تختار المحاضرة اللي هي قبل شوية سويناها تشوف التفاصيل تقدر تعدل على الحضور والسوي لحفظ مثلا هذا الطالب طلع مجاز مثلا أو غائب والسوي لحفظ رح يحفظ لكن بنفس اليوم مدة أسبوع على الأقصى يعني أقصى أحد أنه مدة أسبوع ينطيك أنه تقدر تعدل بعدها ما يقدر يسوي أي شي الأستاذ لموضوع الغيابات وتحسب من غيابات أو ساعات الطالب اللي هنا ينتهي هذا الدرس أتمنى تكونون استفاديته من موضوع إدارة نظام الأستاذ طبعا عندنا رح تنضاف اللجنة الامتحانية لجوه جوه المستحقين للرسوب يقدر يدخل الدرجات بموافقة رئيس اللجنة الامتحانية على درجات الامتحان النهائي فقط فإن شاء الله الدرس واضح وفي حال وجود أي استفسار تقدرون تراسلون مسؤول القسم مالتكم أو تتواصلون ويايا تحياتي لحضراتكم